ومصر كمان يعني والحقيقة يعني في الوقت ده برضو الدكتور محمد البردعي الحقيقة كان معانا جدا لانه قبل الانسحاب من لجنة المية انت بتخليق هفول معاك انا مستمتع ومسمع يعني الانتين قبل ما انسحب من لجنة المية الدكتور احمد البرعي اتصل قال الدكتور البردعي عايز يقعد معاك انت والاستاذ عمرو موسى انا كان عندي انطباع عن الدكتور البردعي انطباع سلبي وكان الحقيقة انا كنت مخطئ في هذا الانطباع يعني انا كنت تكويني او فكرتي عن الدكتور البردعي كنت اواخدها من الدكتور اسمه دكتور محمد ابو شادي اللي كان نائب رئيس هيئة الطاقة الزرية وكان بيطلع في حوارات عندنا في قناة الحياة وفي القنوات كلها بيتهم البردعي بيخون فيها الدكتور محمد البردعي في موضوع العراق وفي انه حاول خلال تفتيش على المفاعل القصة اياه انه يدخل مصر انها بتعمل يعني مشروع ناوة في مصر جي زرنا في الوافد بعد صورة 25 انار انا كنت الحقيقة رفض الزيارة جي زرنا ووالده مصطفى بالبردعي كان وافدي وقعد اتكلم فقلت له الحقيقة قلت له انا كان عندي انطباع عنك مش كويس وقعدنا وكان دي بداية التعرف بيني وبين الدكتور البردعي حتى واثناء وجود الرئيس المبارك في الحكم قبل ما يتنحى كان السادة عمر سليمان الله يرحمه كان نائب رئيس كان عينه نائب رئيس نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية فجالي احد رؤساء الاحزاب يعني مش يعني وهو شخصية محترمة بس تسمح لي ما اقولش اسمه لان اقول حاجة فقال لي احنا فيه اتصال مع امريكا مع حد في امريكا علشان عايزين يتوصلوا معنا احنا التلاتة في كونفرانس كول دخلت في الاتصال فكان الاتصال بيقول احنا عايزينكوا تسلموا بان البردعي وقائد ثورة 25 ناير يعني ما معناها يعني ان انتو تقولوا البردعي يبقى للثورة زعيم وقائد اللي هو الدكتور محمد البردعي فالحقيقة انا يعني عندي اي تدخل او محاول التدخل في الشأن الداخلي دي بنا اعتبرها اهانة لي وجريمة ترتكف بالزبط انا طلبت بعديها على طول الدكتور احمد زويل الدكتور احمد زويل في 2010 قبلنا ما بقى رئيس حزب هو كان صديق الله يرحمه فكلمني قال لي انا عايز اشوفك بره مصر لان انا اما باجى زورك انا معايا قلت النيل فاي حوار بيبقى بيني وبينك بيبقى مسموع وانا عايز اخد رأيك في حاجة مهمة اتقابلنا انا وهو في فيينا في النافع نزلنا في قوتل واحد هو كان عنده مؤتمر او يعني لقاء بالنوبل يعني خاص بالحاصيل على النوبل اتقابلنا انا وهو كنا بنسيب التليفونات في القوض وننزل نقعد في كافيجة كده جنب القوتل فقال لي الدكتور يحيى الجمل والدكتور محمد غنيم هو مجموعة من السياسين في مصر ويعني والقيادات لا احترامها طبعا كلها بعتولي بيقولولي ترشح قدام الرئيس مبارك لرئاس الجمهورية احمد زويل دكتور احمد زويل فقلت له فانت رأيك ايه اعدت معا الحقيقة تلت جلسات يعني تلت لقاءات مطولة اقنعته بان ترشحه لرئاس الجمهورية اعطلو حتهان والرئيس مبارك حينجح وانت في الاخر انت عالم ولك قدرك وما فيش المناخ السياسي لا يسمح بالمسألة دي فقال لي انت رأيك قلت له انا رأيي ان انت تعلن انك عشت عالما وستموت عالما وانا هجيب مندوب قناة الحياة في بينا كنا رايحين وقتها بقى لقاء في السفارة المصرية في بينا مع المصريين خليت مراسل الحياة في بينا هو مصري يعني يسألو هل حقيقاتنا يا دكتور محمد هل ترشح لانتخبات الرئاسية فقال انا عشت عالما وساموت عالما وازعناها في قناة الحياة بعد هذه الجلسات المؤمقة في بينا فلما حصل الاتصال ده بخصوص الدكتور محمد البردعي كلمت الدكتور زويل قلت له انت خلاص قرأ في زماغي ان الدكتور زويل رئيس الجمهورية ده اصلح عالم حصل على نوبن بحل تقدير العالم كله لو ترشح لرئاس الجمهورية مين يقدر يواجهه يعني يعني دي كان هيبقى فيها خير يعني في 2012 لو حطيت الدكتور احمد زويل بجوار كافة المراشحين محترام للشخصيات اللي ترشحت كلها لا دكتور ده دكتور احمد زويل بس مش سياسي يعني يعني برضو بعيدا عن السياسة بعيدا عن السياسة بن جوريون اول ما قامت اسرائيل عرضوا على اينشتاين يجري ايضا كومورايد بن جوريون كان عالم ودي اللي قال هالي دكتور احمد زويل ما انا قلت له كلمتك دي برضو دي اللي قال هالي وبعد دي اللي مكر بس كان عنده رغبة كان عنده رغبة كان عنده رغبة كان عنده رغبة يخدم بلده مش رغبة اما هو احمد يعني سوريا دكتور احمد زويل الله يرحمه قدره العلمي وقدره الدولي وتقدير العالم له يفوق رؤساء الجمهوريات لكن هو كان لديه رغبة يخدم بلده صدقا يخدم بلده لكن انا فيه دكتور سيد ما انا مش عزقتها خالص بس فكرة انه شخصية امريكية تتصل وتقول هاتو البردعي وتصل بمجموعة من مصريين مش قادرة بحد مني الحياة دا حصل بس دا انت راجل سياسي طبعا وابنه بلد كمان دا علامة تفهان هم كان في الوقت دا شايفين الدكتور محمد البردعي ان الثورة بلا قائد وفعلا الثورة كانت بلا قائد وبلا قيادة وان الدكتور البردعي كان فيه استقبال من السياسيين ومن الثورة كان استقبال جيد للدكتور محمد البردعي وده اللي خلاني بقى اطلب الدكتور احمد زويل طلبته قلت له دكتور احمد لازم تنزل مصر حالا وانا حدخلك مداخلة في قناة الحياة تعلن انك انت متابع الاوضاع في مصر وانك هتنزل تقابل نائب الرئيس اللواء عمر سليمان قال لي انا نزل دبي وحجم دبي على القاهرة وفعلا نزل دبي واعلن وجاء قابل اللواء عمر سليمان الله يرحمه ثم كان القانون الذي يمنع من حمل يعني ايه الاول كان ممكن يتنزل عن جنسيته من حمل في يوم من اليوم جنسية غير الجنسية المصرية فمنع من الترشيح الدكتور احمد زويد ده ده يعني فكرة الدكتور برادعي وعايز ارجع للقاء اللي عملنا في البيت عند الدكتور احمد البرعي انا والاستاذ عمرو موسى والدكتور احمد البرعي والدكتور محمد البرادعي وكان وجهة نظره ان التيار المدني ينسحب من لجنة الماء اه كان وجهة نظره وكانت وجهة نظره صحيحة بس يومها استاذ عمرو موسى اه يعني احتد في الحوار وقال له احنا بينا اخش تعليمات من حد ما معناه يعني ودي ما سترو لا كان تعليمات من مين من امريكان امريكان لا 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 مش من الامريكان الامريكان كانوا مع الاخوان الامريكان كانوا مع الاخوان قولا واحدا طب قولا واحدا واولا واثانيا وسالثا واربعا طيب هنا بحية دي امريكان مع الاخوان قولا واحدا وسالثا واربعا وانا متفق معك مئة بالمئة وهما الي طلبوا ان البرادعي يطلعوه على الساحة دي مرضو مش عامة استفهام تانية بس كانوا مع الاخوان ايه طبعا ايه وقت ما كان قبول الدكتور محمد البرادعي في الوقت الثورة كان قبول إيجابي من طيارات ثورية من بعض في البدايات كان قبول إيجابي وبالتالي هم مرتقوا أنه ممكن يبقى هو قائد الثورة لكن الإخوان ما كانوش كانوا مع الأمريكان كانوا مع الإخوان يعني فيه زيارة للسفيرة الأمريكية لها في البيت بخصوص الموضوع ده وتكلمت بشكل واضح لا ده كلفتني بشكل واضح طلبت زيارتي في الحزب ده أنت باترسون أنت باترسون عن طريق إيجابي للعلاقات الخارجية قلت له لا أنا مش هقابلها في الحزب أنا مش هقابلها يعني اعتذرت عن مقابلتها قلت له النهاردة معروف أن الأمريكان بيدعموا الإخوان وإحنا جابت الإنقاذ ضد الإخوان فهقابلها حقصير الرأي العام علي رجع كلبني قال لي هي عايزة نجي لك البيت جات للبيت فعلا هي وزوجها ونائب السفيرة وكان حاضر معايا نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية السفيرة مجد عبد الباري قالت بالتالي يعني قالت الوابد والإخوان ده الأقدم قواتين سياسيتين والمجلس العسكري والرئيس وفقه أن الوابد يشكل حكومة وهنا أنتو كده هيحصل استقرار في البلد وحتعدي الوابدة هيحكم لفترات طويلة الحكومة وبدية والرئيس إخوان ده كان الرؤية الأمريكية كانت الرؤية الأمريكية فقلت لها طبعا غير مقبول يعني أنا جي في دماغي على طول وقتها حجس 4 فبراير سنة 42 اللي هو لما الجيش الإنجليزي حاصر بالدبابات الأصل الملكي بالدبابات وطلب أن الوابد يتولى الحكم وقيل وقتها أن حكومة الوابد جاءت على أسنة رماح الإنجليز طبعا معناها كانت إنقاذ إنقاذ للوطن بس برضو التاريخ لا يرحم لا يرحم التاريخ لا يرحم والزعيم يعني زعيم الأمة مصطفى بشر نحاس تنينة دي نقطة عندنا نواجه بيها في كل موقع وفي كل مكان طبعا فجات في ذهني فورا فقلت لها طبعا أنا أعلنت أننا لن أتولى منصب رسمي في الدولة بخلاف رئاسي الحزب الوابد وقلت لها طلب مني أثناء حكومة الدكتور كمالي الجنزوري كان طلب مني الفريق سامي عنان أن أنا أروح للدكتور كمالي الجنزوري أقول له أقدم استقالتك لأن كان لسه رئيس الجمهورية ما جاش وكان الإخوان رفضين قرض صندوق النقد الدولي في الأول رفضينه في حكومة الدكتور الجنزوري فالفريق سامي عنان طلب مني أن أنا أروح للدكتور كمالي الجنزوري يعني بشكل لطيف أقول له أقدم استقالتك لأن الدولة محتاجة للخمسة مليار دولار اللي جايين بتوع صندوق النقد الدولي ودول بيدوا جدارة اقتمانية لمصر ومصر بمشكلة لأنه كان في 2011 كان الواقع ايسا هي جدن يعني